نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وجود نقص في أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية وشددت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الأورام دون وجود أي نقص فيها هذا وأكدت الهيئة أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافر الأدوية بكافة المستشفيات التي تقدم خدمات علاج الأورام مشيرة إلى اتجاه الدولة نحو توطين صناعة المستحضرات الحيوية وأدوية الأورام محليا